شنو كان مشروع السيد الحلبوسي؟ شنو كان مشروع الحلبوسي؟ مشروع الحلبوسي واضح شنو؟ واضح حتش هنا في اكثر من محفل موضوع شخصي وعملية اقصاع الاخرين والانفراد بالسلطة ومشاريع مشبوهة اخرى تخص قضية التطبيع حسب ما اثبت السيد باسم خشان في قضية شركة بي جي ار وما دار حولها من ادلة قدمها الى المفوضية ونعتقد ان المفوضية الان امام شعب كامل يراقب قرارها لحل حزب تقدم حل الحزب؟ حل الحزب ممكن هذا الشيء؟ لانه اما يطبق القانون على رئيس الحزب وفق قانون المفوضية وفق القانون العراقي واما يحل الحزب بشكل كامل واما تنينهن وذا ما صارت وذا ما صارت فيهجب اعادة النظر في دائرة الاحزاب وعادة النظر بالمفوضية لانه هناك نعتبر هذا اشكال كبير يجب معناه يحدث بصراحة السرلي فهنا تعودنا في العراق دائما هناك نظام الصفق يعني مثلا صار قرار اللي قال اومضت الامور باتجاه ان يتم يقالة الحلبوسي بناء على قرار المحكمة الاتحادية نعم لكن الامر هنا خرج من دائرة القضاء انتقل الى عملية الحوار السياسي بين الاطراف السياسي هو ما الذي يضمن ان الامر لم يكن بطريقة التالية او رتبه بطريقة التالية ان يستمر الحلبوسي بعمله السياسي وبحزبه السياسي مقابل ان ينتهي هذا الامر بطريقة سلسة دون مشاكل يعني بها الحالة لازم انطلع جميع المزورين بالسجن حتى الحق في عدالة ديشوه ممكن يروح للسجن لازم يروح للسجن